المادة الثانية يعين كل من سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزيراً لشؤون الدفاع سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزيراً لشؤون البلديات والزراعة سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزيراً للمواصلات والاتصالات سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزيراً للأشغال سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزيراً للشؤون القانونية سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حمدان وزيراً لشؤون الكهرباء والماء سعادة الدكتورة جليلة بنت سيد جواد حسن وزيراً للصحة سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزيراً للعدل وشؤون الإسلامية والأوقاف سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء سعادة السيدة آمنا بنت أحمد الرميحي وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني سعادة السيدة نور بن تعليل الخليف وزيراً للتنمية المستدامة سعادة السيدة فاطمة بن جعفر السيرفي وزيراً للسياحة سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزيراً للإعلام سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزيراً للتربية والتعليم سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزيراً للصناعة والتجارة سعادت السيدة روان بيتنجيب توفيقي وزيرا لشؤون الشباب المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية